ونبقى في مأرب حيث أعلنت السلطات المحلية افتتاح مخيم جديد للنزحين الفارينة من مخيمات تعرضت لهجمات بقذائف ثقيلة وصاروخية شنتها الميليشيا الحوثية وافتتحت السلطات مخيم الأمل والمخططة له أن يأوي 550 أسرة نازحة ويستهدف في مرحلته الأولى 300 من العائلات نازحت من المخيمات التي تعرضت لقصف الحوثين وخلال افتتاحي المخيم دعا نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ووكيل محافظة مارب عبدرب مفتاح المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه عشرات الآلاف من النزحين مؤخرا والمساهمة في إغاثة وإيواء مئات الأسر التي تشردت من مخيماتها السابقة وقال نائب رئيس مجلس الشورى إن ميليشيا الحوثي تواصل تنكيلها بالسكان في مناطق سيطرتها ما يضطرهم للنزوح إلى المحافظات المحررة وفي مقدمتها محافظة مارب التي تستضيف ستين بالمئة من النازحين في وقت تلاحقهم بقصف مخيماتهم وتشريدهم لمرات عديدة هذه الأسر عزيزة هذه الأسر شردها الحوثي من منازلها وهم كانوا يسكنون في القصور وفي مزارع لكن أبت هذه الميليشيات إلا أن تذل أبناء الشعب اليمني لكن الشرعية موثلة في محافظة مارب ستظل إلى جانبهم وتذللهم وتسهل ما سمعنا من الأخ نائب رئيس مجلس الشورى في الحقيقة يثلج الصدق ولن نقول أكثر مما قاله هذه اليوم 550 أسرة شردها الميليشيات الحوثي باستدافهم بالصواريخ كانوا ساكنين في أماكن نزوح وكان مرتب لهم لكنهم اليوم يعانون شروط للمرة الرابعة كانوا في محيم الخانق كانوا في الزبرة كانوا في بخديم التواصل إلا أن هذه الميليشيات البغيظة تستهدفهم من وقت لا وقت آخر اشتركوا في القناة